يسعد مساكم بكل خير أصدقائي متعاملين قناة قانون لي جهاز الجالكسي A06 جهاز جديد وصل الأسواق وبلش ينباع بلش يتطرحه شركة سامسونج بالأسواق بدون إعلان رسمي يعني وصل وبلش ينباع جهاز شكله حلو جهاز تصميمه مقبول من تصميمات سامسونج اللي تعودنا عليها يعني وطبعا مثل العادة فيه له مميزات وفيه له عيوب وما حدا راح يطحنه للجهاز غير قانون لي راح نحكي عن مميزاته وعيوبه بكل تأكيد كل اللي بديها منكم بس متل عادة وانتو ما بتقصروا تعبنونا لايكات على هذا الفيديو وخلونا نبقى للسما دعوني نبدأ معكم أول شي بالتصميم طبعا الجهاز جاي مصنوم البلاستيك غطاءه الخلفي بلاستيكي جهاز جاي بوزن 189 غرام وسماكة 8.0 طبعا شكل الجهاز مألوف نفسه نفس الأصداره السابق نفس أشكال سامسونج يعني سامسونج عم بتعمل هوية سابتة لها وعم تطرح كل الأجهزة بنفس الشكل مثل أبل او على خطة أبل انه نحنا بدنا هذا الشكل وديزاين أجهزتنا يكون هيكة وراح يبقى هذا الشكل فلاحي السبب هذا سامسونج مع تغيرت ستتغير أكتر بالتفاصيل التانية بالسوفتوير تهتم بأمور تانية من راحية الشكل ما راح تلاحز فيه اختلافات جوهرية خاصة بينه وبين اصدارات السابقة بتلاحز انه فيه بس تحزيزات هيكة بسيطة على الغطاء الخلفي لما تنمسوا للجهاز يعني لزيزة وحلوة ومن انتهى الأشي الأهم وهو الشاشة طبعا الجهاز يأتي بشاشة بحجم 6.7 منه IPS LCD وبدقة HD Plus مع 262 ببي اي لكل بكسل ونسبة استحواز الشاشة الأمامية بتجي 83.8% وايضا معدل صوتوية الشاشة بيوصل 450 نتس وايضا هرتزيت الشاشة بتجي فقط 60 هاتف فبعا من ناحية الألوان فالجهاز ألوانه جميلة جيدة بالنسبة لفئته لهذا الجهاز فأغلب الشاشات تجي بهاي الشاشة بهاي الدقة بهاي الألوان وهذا السطوع تقريبا بهذا الجهاز يعني ما في شي مميز من ناحية الشاشة صراحة لا وفي عيب واحد بسيط بهاي الشاشة وهو هرتزيت الشاشة طبعا موضوع انه HD وانه IPS هذا الشي بالنسبة لفئة الجهاز لكن هرتزيت الشاشة هون صراحة جاي بطيئة 60 هرتز فتحس فيها اول ما تستخدم الجهاز بانه في بطء بالرفريش انتو عم تقلب تسحب لفوق لتحت خصوصا انه صار في كتير مننا منستخدم هرتزية عالية يعني صارت هرتزية متوفرة للجميع تقريبا اغلب الناس عم تستعمل 90 و120 هرتز وصارت موجودة بكل اجهزة حتى الـ 14 سي جربنا من كم يوم هذا الجهاز 120 هرتز ففيه ثلاثة صراحة باستخدام الجهاز هون ما لاحظت لاحظت فيه شوية بطء مع العلم انه سيستم والنظام مستقر ما فيه مشاكل لكن فيه بطء اثناء التقليب شوي وازلتا هتكلم عن النظام التشغيل في الجهاز بيجي باندرويد 14 مع واجهة الـ 1UI 6.1 صراحة الواجهة مثل ما تلكم مستقرة ما فيه عليها اي مشكلة ابدا بتاتا واجهة من سامسونج حلوة وجيدة باستخدام الجهاز ما بتواجه اي مشاكل بالتبطيئات بالفيسبوك والواتساب اذا مواجه مشاكل مع واجهات مثلا من شاومي او غير اجهزة خلينا ما نقول كتير واجهات شاومي لانه حاليا عم تستقر شوي الواجهة في بعض الاجهزة جيدة لكن في بعض الاجهزة فيها شوية مشاكل فهون هاد الجهاز مقارنة مع الاجهزة فيها مشاكل تعتبر واجهته مستقرة وما فيها اي مشكلة من ناحية استخدام التطبيئات العادية الواتساب والفيسبوك وما الى ذلك وازلتا نتكلم عن اكبر اضافات او تطويرات اللي صارت بهذا الجهاز مقارنة بالاصدار السابق واللي هو البصمة هاد الجهاز صار في بصمة جانبية A05 ما كان فيه بصمة جانبية كان يعني بيعتمد لسه على الافل عن طريق الرقم او باسفورد او نماط هون صار في عنا بصمة والبصمة سريعة وسرعة الاستجابة ويفتح فيها تعتبر جدا جيدة مقارنة بسعره ومقارنة بمواصفاته وصار عندك واخيرا بهاي الفئة السعرية بصمة اصبع ما عاد مضطر انك تضع باسفورد وكل ما بدك تجي تفتحي الجهاز واتحف باسفورد طبعا ايضا بالشغلات الحلوة بالجهاز يدعم مستشعر المقالمات ومستشعر المقالمات الفعلي وليس هى سنسور عادي وأنا استغربت صراحة نكيك سامسونج اتحطه مستشعر فعلي بجهاز بهاي لا فئة السعرية يعني فيه كثير اجهزة حتى اغلى من هذا الجهاز ما فيها مستشعر مقالمات فعلي وهذا الجهاز بهاي لا فئة السعرية بمجرد انك تضعه على ادناك بتقفل الشاشة فوراً بمجرد انك تشيله فوراً أيضاً الجهاز يفتح فما رح تواجه أي مشاكل مع مستشعر المقالمات مع هذا الجهاز وإذن تالي نتكلم عن الشبكة والواي فاي فصراحة الجهاز من ناحية شبكة الاتصال ما نهو أفضل شيء يعني بياخد شحطين ثلاثة فينا نقول عليه انه شبكته عادية لكنها مو أفضل شبكة جربتها في أجهزة جربتهم شبكتهم أفضل من هذا الجهاز أيضاً من ناحية الواي فاي فأيضاً الواي فاي كان يعتبر عادي يعني إلى حد ما قوي يعني ما في مشكلة بالواي فاي بلقط الشبكات حواليك وشغالة وما فيها أي مشكلة طبعاً الجهاز أيضاً بيدعم مدخل سماعة 3.5 وبيدعم كرت زاكرة وبيدعم خطين مع كرت زاكرة سواء يعني فيك تحطهم كلاتهم سواء طبعاً للأسف الجهاز ما بيدعم ستيريو سبيكر وهي الفئة السعرية عادي انه ما بيدعم ستيريو سبيكر بس انه كان نتمنى نشوف ستيريو سبيكر نبدأ نشوف هاي الفئة شوية عم تطور مثل باقي الأجهزة يعني نصير نشوف ستيريو سبيكر لكن للأسف سامسون وباقي شركات ما قرروا انه هاي الفئة بستاهل ستيريو سبيكر يعني بدنا ممكن سنة تانية حتى نبدأ نشوف ستيريو سبيكر به الفئة السعرية لكن عموماً الجهاز الصوته حلو جيد سبيكر واحد من الأسفل فيعطيك صوت يعني مقبول في نقلك لهذا الجهاز بالفئة السعرية وإذن تاني هتكلم عن المعالج فمعاش هذا الجهاز هو الهيليو جي 85 وللأسف هذا المعالج هو نفسه اللي على الآزيرو خمسة اللي ما صار فيه أي تطوير المعالج نفسه تماماً يعني اذا كان معك الآزيرو خمسة وحب تطور للآزيرو ستة فما رح يفرق معك موضوع المعالج أبداً المعالج رح يكون نفسه الأداء رح يكون نفسه والجهاز جربته على اختبار لانتو تعطاني 252 ألف نقطة وهذا الرقم قريب حتى من الأربطاعش سي اللي جربته من كمية ومثل لكم عليه مراجعة فيعني النقاط فيني لكم انه ما فيها تطوير ما فيها تحسين انا بحب دايماً انه لما يعني ينزل جهاز جديد او منشوف موبايل جديد نشوف معالج جديد يعني معه او لا تنزلوا جهاز يعني خلاص انه عم تنزلوا جهاز نازل بعد سنة وجهاز اللي قبله بنفس المعالج ليش عم تطرحوا والله ما بعرف وطبعا من ناحية اللعاب ولو انه ما بنصح يا دي لعب القلاب ا أنه هي نفس السرعة الشاحن موجودة بالأزيرو وخمسة بس الـ 25 واط ضريفة لكن للأسف الجهاز لا يأتي معه شاحن أبدا أنت تشتري شاحن 25 واط لكن يعني تستفاد من سرعة الـ 25 واط في هذه الفئة السعرية والجهاز صراحة نصرفه بالشاحن كويس يعني لأنه ما في عندك أنت استهلاق قوي لا من ناحية معالجة لا من ناحية النيلس لا من ناحية الشاشة فجهاز بكفى كتب من 9 ساعات برياحة يعني أنا استخدمته وحتى كفاني أكثر أنا يعني صراحة فالجهاز يعني جيد من ناحية البطارية وخمسة ألاف على هايك أجهزة تعتبر منتازة والـ 25 واط أيضا يعتبر منتازة وإذا نتكلم عن كاميرات الجهاز هلأ هو ما في كاميرات صراحة يعني هنين كاميرتين هنين كاميرتين بالجهاز لأساسية تأتي 50 ميجا والتانية 2 ميجا هي المال هذا الشغل المتعاودين عليها نحن وجهاز بصور 1068 فريم بالثانية وطبعا مثل ما أنا متعاودين أخذت تجربة تصوير فيديو بهذا الجهاز خلينا نشوف هاي التجربة ونجعل الكلام على الصور بالنسبة لتجربة تصوير الفيديو بالجهاز سامسونج غالكسي طبعا الجهاز بيصور 1080 30 فريم بالثانية كثير من شايفين تجربة التصوير بالنسبة للألوان معالجة مقبولة بالنسبة لإهتساز ما فيه التثبيت القوي لكن جيد جهاز كمعالجة لا تسعو تعملوا لايك بفولو دعونا نكمل الفيديو مع بعض فهي كان بالنسبة لتجربة تصوير الفيديو بالنسبة للصور صراحة الصور عادية كانت تجربتها عادية يعني جيدة بالنسبة لها فئة هذا الجهاز وفئته السعرية معالجتها حلوة اذا اخذت بزاوية جيدة واضاءة مقبولة بتاخد صور حلوة أما من ناحية تصوير الأشخاص فكانت صورة الجهاز أيضا جيدة وفيها تفاصيل مقبولة لكن بدها شوية تحسين بالمعالجة وهذا الموضوع ممكن يتحسن مع التحديثات تبع سامسون والجديدة يعني انه بصير التصوير والمعالجة افضل متل ما شفنا هذا الشي صار مع الجالكسي اي خمسة وخمسين فيعني اكيد رح يتحسن انه تصير افضل شوي المعالجة لكن كدقة كتفاصيل كاخذ يعني بشكل عام للصورة مقارنة بالجهاز وبين الاجهزة التانية اللي مجربها أنا صورة ايضا تعتبر جيدة لكن العزل ما نو افضل شيء يعني في بعض الصور شوي كان العزل مانو مية بالمية بعض الاماكن اخطأ فيهم وهذا شي طبيعي يعني بهيك فئة السارية يعني عادي يعني متعودي لانه نشوف مثلا اخطاء بالعزل او هيك شغلات عادية يعني ايضا من ناحية السلفي فصراحة السلفي كانت حلوة معالجة الوجه حلوة الصور الامامية جيدة العزل ايضا كان مقبول لكن الدقة ما نهى افضل شيء يعني بتحس انه في شوي دقة ضعيفة بالصورة يعني نحنا متعودي انا متعودي لانه نجرب اجهزة شوي غالية لانه متعودي تشوف دقة كثيرة عالية بالصور فحسيتها شوي دقتها ضعيفة وهي يعني فيها شوي تضعف دقة لانه لانه لما جربت الـ 14C من كم يوم كانت دقة الامامية افضل بشوي مقارنة مع الـ 14C تعتبر هذه الصورة دقتها اقل بشوي من الـ 14C وهذا الشيء طبيعي يعني كميجابيكسل اساس انكار قام حتى الـ 14C افضل طبعا هيمانها مقارنة كاملة اكيد لازم نعمل مقارنة كاملة بالجهازين بنفس الوضعية وبنفس الوقت تماما حتى نتأكد ونشوف اي واحد افضل بالتصوير بالكاميرات بكل شيء فاذا حابين نعمل مقارنة بينه وبين الـ 14C تبووا لي بالتعليقات وفشان نزل محابين نعمل مقارنة ما اتعب وساويها لانه بياخد معي موضوع وقت وجهد فاذا حابين مساويها محابين ما منعملها وخلونا انتين نتكلم عن موضوع التخزين والرام وسعر الجهاز طبعا انا نسخة اشتريتها نسخة 128 مع 4 جيجا رام طبعا بالنسبة لسعر الجهاز فعمين باع عندي هون بفرنسا ما يقارب 110-120 يورو اكتر شوي اقل شوي حسب الدولة واعتقد امتين بالعلاق تقريبا نفس السعر تماما باقي الدول ما عندي فكرة كتبوا لي سعر انتوا عندكم بلدانكم بالخليج السعودية باقي الدول دبي امارات مصر تابعينا من مصر اكتبونا سعر الجهاز وسعر التخزين والرام بالتعليقات حتى نشوف يعني يقارن بينه وبين باقي الدول ونجي للسؤال الاخير وانه هل اشتري هذا الجهاز ولا لا شوف صديقي هلا انت حظق حلو انك اجيت لعن تقارنني لحتى انا انصحك وما اجي اكذب عليه وقولك جهاز كويس ولا لا بالسعر الموجود فيه حاليا هذا الجهاز بالوقت اللي نزلت انا هذا الفيديو يعتبر جدا مرتفع وبالنسبة لي انت بتسألني اول شغلة بقى لك واخد اي جهاز تاني با 15 نوت 13 نوت 12 او حتى مستعمل ولا تاخد هذا الجهاز والسبب انك ستدفع نفس القيمة السهلية لكن ستاخد معالج اقوى ستاخد شاشة اموليد ستاخد سعة تخزين افضل بنوعية افضل كتير امور تانية يعني افضل بكتير من هذا الجهاز فبالوقت الحالي وبالسرب حالي هذا الجهاز يعتبر جدا مرتفع فالخيارات الابل الادم اللي 15 اللي نازل من زمان بس افضل من هذا الجهاز وفي كتير خيارات انا اذا بتحبوا موجودة على الفيسبوك دائما انا ويعني فيه خيارات كثيرة نطرحها على طول تكون اجهزة جيدة واسعارها ممتازة يعني تعتبر جدا ممتازة كقيمة مقابل السعر اما هذا الجهاز بالوقت الحالي لا يعتبر جيد كقيمة مقابل السعر او لازم ينخفض سعره فممكن تشوف في هذا الفيديو بعد شهرين ثلاثة اربعة وسامسونج تكون نزلت سعر الجهاز فاذا نزل سعر الجهاز تحت الميت يورو يعني صار بميت دولار اقل خمسة وتسعين تسعين وصار في فرق كبير بينه وبين ال A15 و النوتو التلتاش وما ادران تشتريها ديك الاجهزة فوقتها ممكن يصير خيار مناسب او خيار مقبول على قد من صغياتها جهاز جيد مكالمات واتسقاب مستشعر المكالمات شغال فيه شاشته الوانها حلوة من سامسونج سرعة الشحن تعتبر ايضا جيدة بالجهاز فبسعر اقل من هذا السعر بعدين مو هلأ يعتبر جهاز جيد اما بالوقت الحالي لا روح خود A15 روح شتري نوتو 18 روح مدور حتى بإنفينيكس وتكنو ممكن تلاقي خيارات افضل من هذا الجهاز وافضل حتى بنفس الفئة السعرية فهذا الفيديو كان طبعا هذا اليوم بتمنى هذا الفيديو يكون اعجبكم واذا اعجبكم هذا الفيديو بتمنى ما تطلعوا منه بدون ما تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس لانه في كتير فيديوهات مفيدة قادمة لها تنزيل ان شاء الله على القناة وبكل تأكيد بنهاية الفيديو لا تنصدوا على اهلنا نشوفكم الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة